سلام أنا رون مقطع جديد وقصة جديدة صلوا عن نبي يلا نبدأ يقول صاحب القصة أنا اسمي محمد قصتي بدأت من لمن أمي وأبويا تزوجوا أمي وأبويا بينهم قرابة أمي تصير الأبويا بنت خاله أول ما تزوجوا أمي سكنت عند أهل أبويا أمي وأبويا ما جابوا أي ولد أو بنت لمدة أربع سنين سافروا أمي وأبويا لمكة عشان يدعون ربي أن يرزقهم الذرية الصالحة ويوم خلصوا وهم راجعين خالت أمي دقت على أمي وقالت لها أني أنا حلمت فيك أنك جبتي بنت وأمي مرة فرحت واعتبرتها أن هذه استجابة لدعواتها إن شاء الله بعد كم يوم رجعوا لبيتها لأبويا وبعده بكم أسبوع فحصت أمي وطلعت أنها حامل وفرحت فرح كبير وكان عيد بالعيلة جات بنوتها حلوة وبعد سنتين جابوا ولد وبعدها بسنة جيت أنا وطبعا بعدها صارت مشاكل في بيت أهل أبويا تشيب الراس عمتي كانت بس تقهر أمي كل يوم كل يوم تضربني عشان أبكي وأروح أشتكي الأمي وأمي ينحرق قلبها وما تقدر تسوي شيء عشان تدافع عني تحملت أمي أشياء كثيرة بس ما عد قدرت تتحمل أكثر بعد فترة زعلت من أبويا ورجعت البيت أهلها وقالت الأبويا ما نيراجعه إلي ما تسكنني في بيت الحالي وأبويا حاول فيها أنه يراضيها لكن أبدا ما نفع معاها وشرطها ما تنازلت عنه بعدها أبويا سكن أمي في شقة مو بيكل فخامة ونقول عنها الشقة أقل من عادية لكن عشان أمي ترجع له كان خايف على عياله أنهم يتفرقوا ويضيعوا ما بين أمه وأب كونه منفصلين بعد ما سكننا في الشقة توقع عمري وقتها أربع خمس سنين كذا فجأة أبويا تزوج على أمي وما قال لها وما عرفنا إلا بعد سنتين من زواجها وأمي مرة زعلت ورجعت البيت أهلها وأبويا جلست رجاها ويقول لها حرام عليك ارجعي لي ارجع عشان عيالك ما يضيعون وما رح أظلمك ولا أخليها تقرب منك بس لا تضيعين العيال بمشاكلنا وأمي يالله رجعت بعد عنه وألف ترضية وصلنا أنا وأخويا للصف الخامس طبعا أخويا أكبر مني بسنة لكنه تأخر سنة عن الدراسة عشان نصير كلنا في نفس المرحلة ومع بعض بفصل واحد لما صرنا خامس ابتدائي أمي رجعت زعلت من أبويا بسبب زواجتها الثانية مو المشكلة أنهم يضاربوا دائما هي وأبوي يضاربون المشكلة أنهم يضاربون قدامنا وأنا وأخواني نجري ونتخبه في الغرفة ونسكر الباب ونبكي ونسمع صراخهم كنا نخاف ونبكي تجفي لما يسكتون بعد هذه المشكلة أمي لبست عباياتها وراحت البيت أهلها مشي البيت قريب يبعد مشي تقريبا خمسة دقائق بس بس هذه المرة خلاص أبويا وصلت معا منها وسحب عليها ولا قل لها شيء ولا راضاها ولا سأل عنها كنا ساكنين أنا وأخواني عند أمي لما خلصنا من صف خامس ويوم نبغى ننتقل للصف السادس أبويا أخذ ملفاتنا من مدرستنا بدون علم أمي ونقلنا في مدرسة عند قرية أهل أبويا أهل أبويا يبعدون عن بيت أهل أمي تقريبا 30 كيلو أختي سكنت عند أمي وكملت هناك وأنا وأخوي لأن أبويا نقل ملفاتنا أنجبرنا نسكن في بيت جدي اللي هو يعني بيت أهل أبويا وأول ما نقلنا كنت أبكي بكى لدرجة أني خلاص ما عصرت أحس بنفسي وأبويا يقول ما عليك يا ولدي والله كل يوم أوديك تشوف أمك ما عليك وأنا أصرق وقول لا أبغى أمي أبغى أمي أبغى أمي اللي أبويا أبويا فصل علي وقال أسكت وغصبا عنك بتدرس هنا لا تبكي خليك رجال لأن ما لك أصلا إلا هنا فجرت من داخلي وكتمت شيء ما يعلم فيه إلا الله اللي أبويا خرج أبويا من الغرفة وبعدها أبكي بكى وأخوي ما كان صار شي جنبي نايم كبر المخدة ونايم ومن بكرة أول ما شفت أبويا قلت لها ودينا عند أمي أبا شف أمي حزن علي من كثر ما بكيت وداني وقلت لها قبل أنزل أبغى أنام عندها وبكرة أرجع قال طيب جال يوم الثاني على أساس أني أرجع أبويا ما جاء استغربت إنما جاني يوم يومين ما جاء جلست عند أمي أسبوعين وأخوي بدأ يروح المدرسة الحالة وجاء في العطلة ويكد نهاية الأسبوع ويقول للملعب حق المدرسة فخمه كبير أنصحك تجي عاد أخوي ما هم أمي عادي عندها لكن أنا كنت أقول لها أنت غبي أنت همك الملعب وأمي ما تهمك ما تتحس على دمك بعد أسبوعين رجعت بيت أبويا ودرست والفصل غريب علي كلهم يختلفون عن فصل القديم كانت شهور مزعجة بس خصبا عني تعودت إليه ما صرت في ثاني متوسط طبعا نسيت أقول لكم أن أبويا يضربنا يده طويلة على أي شيء على أتفه الأسباب وجدي وأعمامي يعاملونا معاملة كيس الرمل أكياس الرمل كل من أشتها يضرب ضربنا وإحنا طبعا ما صرنا نشوف أمي إلا جمعة وسبت في بيت أهل أبويا نروح المدرسة نرجع من المدرسة ودائما كل خميس تصير مشكلة لأن عمي الخبيف ما يبغانا نروح الأمي بس يبغانا نجلس عن جدي وجدتي نخدمهم كأننا عمال وعندهم عادة في الأسبوع لازم يومين يسوون في عزيمة الثلثاء والخميس كان دائما يوم الثلثاء عليا ويوم الخميس على أخوي نسوي القهوة والشاهل للرجال وكل خميس لازم أبكي وأهين نفسي بس عشان أشوف أمي اللي تسوى الدنيا في رمضان دائما أعمامي وعماتي يجتمعون في بيت جدي عشان يفطرون مع بعض كنا كلنا صايمين لكن إحنا بس اللي نخدمهم نسوي القهوة والشاهل ونجيب التمر ونحط لهم الموية ما نجلس ولا نرتاح يوم من الأيام جدي ضربني ضرب قوي والسبب تافح جدا بعدها انفجرت وطلعت من البيت متجه الأمي والبيت أهل أمي وراجع لها لأني تعبت بدونها مستوعبين أني راجع ماشي البيت أهل أمي من القرية وأنا أمشي وأبكي مشيت تقريبا أربعة أو خمسة كيلو كان في واحد منطوع شافني أبكي وشافني الوحدي قال يا ولدي إيش فيك أنا أشوفك من اليوم تمشي لحالك إيش بك وين رايح وأنا أبكي أقول لأ رايح للمكان الفلاني ضحك قال من جدك قلت لقيه وأبغى أروح لأمي بعدها سحبت عليه وكملت مشي وجاني ثاني مرة قال يا ولدي تعال اركب معايا وما يصير خاطرة كلها طيب وأصر علي وركبت معاه وقال لي إيش سالفتك وقلت لأ السالفة وإني مشبورة عيش مع أهل أبويا وأنا ما أبغاهم ولا أبغى أكون خادم لهم وقال يا أخي يمكن جدك ما يدر إنك رحين طلعت من البيت ويخاف عليك خليني أرجعك البيت جدك ومسحة في وجهي وأنا أبكي بقوة قلت لأ لا وديني البيت أمي ونصحني وحاول إنه يرجعني وحاول إنه خليني أرجع لهم قلت لا أبدا المهم جاء يبغى يودييني البيت أهل أمي تذكر إنه سيارته ما فيها بنزين ورجع يعبي بنزين في القرية حق أهل أبويا وسألني إيش اسم أبوك قلت لأ فلان الفلاني فلان بن فلان ما غيره قلت لأ أيوة قال هو اللي في الشركة الفلانية قلت لأ أيوة قال يا أخي والله إن أبوك طيب وجدك أعرفهم ناس طيبين وما تطلع منهم العيبة كيف كذا كيف تتركهم خلاص استهدي بالله خليني أرجعك لهم وقلت لأ ونصحني وحاول فيني إليه ما وفقت من كثر ما يصر علي إليه ما جايبغى يرجعني قلت لأ رجعني لكن ابعد عن البيت أبغى أرتاح شوية بعيد عنه بعدني جلست شوية ورجعت البيت وما حد أعطاني وجه ولا كأني اختفيت ولا كأنهم فقداني كبرت وصرت الحين في الثانوي وعندي خمسة أخوان من أبويا من زوجته الثانية وللحين وانا ودي أرجع أسكن عند أمي لكن ما أقدر طبعا دائما كل ما أقول لأمي ليه ما تروحين للمحكمة وتخلعين أبويا داما رافضي طلق تقول أخاف تسحرني عمتك أو زوجة أبوك وللحين ما آمن في السحر لكن ما أدري أمي تغير رايها ولا لا انتهت القصة أولا السحر مذكور في القرآن ولازم إحنا نثق بالله وهرجت أن أمك ما تبغى تتطلق وإشانا خايفة أن لا يسوون فيها كذا هذا شي خاطئ لازم أنها تثق بالله ما توقف حياتها ولا شي تبقى تسوي عشان تخاف لا يصير كذا وتخاف ما يصير كل شي قضاء وقدر كل شي مكتوب ما ينفع ما ينفع أقول والله اليوم أنا ما بروح الجامعة عشان والله أخاف يصير لي حادث ما يصير خليش نتكلم عن الرجال أو المطوع اللي وقفك عشان كان بيوديك وبعدا رجع أقناعك أنا معرف إش كانت نيتها والله يمكن فعلا كان بيساعدك ولما نعرف أهلك خبني أن يقول ما تطلع منهم العيبة كويسين سبحان الله يمكن تشوف شخص يقول أوه كامل هذا ما شاء الله لما تسمع أحد يعرف أو عايش معه وكيف يتكلم عنه لو كان سيء تنصدم فعلا وبنفس الوقت يمكن المطوع هذا خاف أنه يتدخل في الموضوع وبعدين هو يجي من الطيب نصيب خلاص الله يصير عليه كان يبقى يساعد ولا نصحك الله يجزى خير انتهينا نجي فيك أنت أول ما يكمل عمرك 18 سنة تقولهم مع السلامة برف أبوك لكن حاليا أنت خلاص تقدر تختار حياتك إذا أنت شاطر تقدر كأنك توفق بين الجامعة وتتوظف تبت روح عند أمك روح عند أمك سوي لتبغاه أمسك أخوك قوله يلا ما أنت مشبورة تعيش هذه العيشة ما أنت مشبور ما لاش قو قلبك كذا كي قاعد تنضرب خلاص نضرب على شيء سواء انضرب قد تسوات لفراسك وقف لهم وقفة محترمة ما لهم صلاح تراع ما لهم صلاح من ديك تضلع وما حد يفتح فمه بكلمة لازم بس تأمم مستقبلك لازم بس تجيب درانات كويسة تقدر تخش جامعة تخش تخصص كويس تقدر توظف هنا تشتغل هنا تدرس هنا وتعيش حياتك زي ما نتبه بسم الله ونمال وكي وبس اللي هنا يكون صنع نهاية فيديو اليوم إذا عجبكم المقطع لا تنسوا تضغطونا على زر اللايك تشتركون في القناة ووقع التواصل حقتي تحت في الديسكريبشن كان معكم رون سلام